تنفيذا لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بالوقوف على مستويات الاستعداد والجهازية لمواجهة أي تهديدات أو مخاطر محتملة قام سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بزيارة تفقدية لقيادات خفر السواحل للتأكد من جاهزية القوة والاطلاع للإجراءات المتخذة والخطط الموضوعة في سبيل حماية السواحل وتأمين السلامة البحرية في مياه مملكة البحرين والتعامل مع أي طارق وكان في استقبال رئيس الأمن العام اللواء ركن بحري على عبدالله سيادي قائد خفر السواحل وعدد من الضباط وخلال الزيارة طلع رئيس الأمن العام على إيجاز تضمن الخطط الموضوعة والخطط البديلة للتعامل مع أي طارق والاستعداد التام والتأكل من سرعة الاستجابة والعمل وفق منظومة من التعاون والتنسيق بما يسهم في مواجهة أي متغيرات أو تداعيات بالإضافة إلى استعراض التمارين التي تنفذها قيادة خفر السواحل لتعزيز قدراتها وتأكيد جاهزيتها ورفع مستوى أداء منسوبها والاطلاع على مستوى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات الصديقة وبهذه المناسبة أكد رئيس الأمن العام على أهمية الوقوف على جاهزية واستعداد قيادة خفر السواحل وكافة الجهات المعنية الأخرى لما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تستوجب الحذر والاستعداد لمواجهتها والعمل على حفظ أمن الوطن والمواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وشهد رئيس الأمن العام بدعم معالي وزير الداخلية لخفر السواحل والاستبرار في تطوير قدراته من خلال تزويده بأحدث التجهيزات والمنظومات التكنولوجية والتدريبية وتأهيل منتسبيه من خلال الدورات والمناهج الأمنية والعلمية الشاملة والمعتمدة وفق أحدث النظم والمعايير الدولية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور مثمنا في الوقت ذاته الدور الحيوي والمهم لخفر السواحل في المنظومة الأمنية من خلال واجباته الأساسية في حماية حدود المملكة وتأمين سلامتها من الأعمال الإرهابية أو التخريبية أو محاولات التهريب والتسلل بالإضافة إلى تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر